هيا يا أطفال هيا نمتيا وقوم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكت كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أربع دور والشاطر يعطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي معلكم إلا توجهوا إلى موقع الإنترنت بهذه الطريقة هذه إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو ياسي تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذا يا أطفال لما تشاركوا عبر موقع الإنترنت نطلبوا منكم حاجة بركة هو الصبر شوية لأنه تسجيلات كثيرة والأطفال بزاف حابين يجو يحضروا إحنا تاني ماذا بينا يجو كامل تحضروا معنا إذا شوية على الصبر وسوف نتصل بكم باش تجو تحضروا معنا في هذه الفترة هذه يا أطفال كان يوم مهم جدا يوم خمسة أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم قم للمعلمي شكولي أعرفها قم للمعلمي تعالى أرواح واسمك جمال جمال وش يقولوا قم للمعلم وفي التبجيلة ومبات كادا كادا المعلمة أن يقول رسولة برافو 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 وإذا قم للمعلمي وفي التبجيلة كادا المعلم أن يكون رسولة ومن بعد أنا عندي مفاجأة لكم في هذا المنوال هذا يا أخي حنا قبل هذا الشيء هذا كلفنا إكرام بما أننا نحتفلوا بالذكرى الستين في 2016 الذكرى الستين لمؤتمر الصمام اللي كان يوم عشرين قوة 1956 إذا في هذا الفترة 2016 ستين سنة على مرور هذه الذكرى هذه اليوم طلبنا من إكرام باش ندرنا بحث عن المجاهد سعد دحلب فضلي إكرام مساء الخير يا أطفال مساء الخير اليوم جد نحكي لكم على حياة شهيد سعد دحلب ولد بقصر الشلالة ولاية سيارة حالياً سنة 1919 زول دراسته في مسقط رأسه بعدها انتقل إلى المدية ومنها إلى البوليدة أين تحصل على شهادة البكالوريا؟ سنة 1939 ثم التحق بالحياة العمالية كموظف في مصلحة الضرائب كان سعد دحلب من ضمن مناظري الحركة الوطنية الذين مستهم اعتقالات سلطة الفرنسية غدات اندلاع الثورة أودع سجن برباروس وبقي فيه حتى ربيع 1955 بعدها التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني في صيف نفس السنة وفي شهر فبراير من سنة 1956 قام بأول مهمة في إطار الجبهة حيث كلفه عبان رمضان ويوسف بن غدا بن خدا بالاتصال بالمنطقتين الأولى والثانية بهدف الإعلام والتنسيق وقد التقى خلاله زغوط يوسف في المنطقة الثانية وبسبب هذه المهمة اعتقل بالقرب من المدية ولم يطلق صراحه إلا في خريف 1956 عينوا عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ الأولى مكلفا بالإعلام والتوجيه انتقل إلى المغرب عبر الولاية الخامسة مع عبان رمضان بعد استشهاد البضل العربي بن مهيدي بعد أن نقل مقر قيادة لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج بعد تنحيته من هذه اللجنة أصبح نائبا لفرحات عباس عين بعدها عضوا في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حيث شغل خلالها عدة مناصب منها وزيرا للخارجية في الحكومة المؤقتة الثالثة 1961 شارك في مفاوضات إيفيان التي حددت مصير الجزائر بعد اتزاله العمل الحكومي أسس دحلب دارا لنشر الكتب في العاصمة توفي في 16 ديسمبر سنة 2000 عن عمر يناهز 81 عام تحمل جامعة البوليدة تحمل جامعة البوليدة اسم المناظر سعد دحلب تخليدا لذكره شكرا 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 إكرام شكرا شكرا إكرام شكرا شكرا إذن يا تفارك المعتاد راح نطرح لكم لغز تحبون ألغاز؟ نعم إذن لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه ولكن هو لا يسمعك ولا يراك هو عيد اللغز ما هو الشيء الذي تسمعه وتراه وهو لا يسمعك ولا يراك إذن فكروا إلى غاية نهاية الحسن ثم أول أطفال أحبائنا لما يشوفوا فينا بإمكانهم الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الأنترنت إذن يا أطفال فكروا في الإجابة إلى غاية نهاية الحسن لما أنتم مشاطرين نهاية الحسن تعطوني الأجوية بتاعكم وأنا قبل هذا الشيء كنت وعدتكم باللي درت لكم مفاجأة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم درت لكم أغنية نقول فيها معلمي معلمي من كل جهل صنطني يلا تغلو معي معلمي معلمي يلا معلمي 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 من كل جهل صنطني إلى المشد صحبتني معلمي 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 سوتني علما نورت به دربي كنت أبن وأمه يا نعم المربي معلمي معلمي للعلم أنت شدتني إلى العلم قدمتني معلمي 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 من كل جهل سنتني إلى المشك صحبتني معلمي معلمي تحملت دعابي في القسم ومساحي تحملت دعابي في القسم ومساحي وعاقبت ذنبي من أجلي صلاحي معلمي معلمي للعلم أنت شدتني إلى العلم قدمتني معلمي 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 من كل جهل سنتني إلى المشك صحبتني معلمي معلمي وقفت بجنبي إن داق بحالي وقفت بجنبي إن داق بحالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي معلمي معلمي للعلم أنت شدتني إلى العلم قدمتني معلمي 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 من كل جهل سنتني إلى المشك صحبتني معلمي معلمي موسيقى واسمك يدوي إشلالا واحتراما واسمك يدوي إشلالا واحتراما يا صاحب السمو أغذيك السلامة يا صاحب السمو أغذيك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت شدتني إلى العلم قدمتني معلمي 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 من كل جهل سنتني إلى المشك صحبتني معلمي معلمي موسيقى موسيقى شكرا برافو برافو عجبتكم الأغنية موسيقى إذا قم للمعلمي وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا إذا كنت دوما جوابي عند سؤالي المعلم هو لصحب التلميذ ويرفقه إلى المجد وإلى العلا يا أخي بهذه المناسبة هذه من بعد عندي لكم قصة جميلة جميلة جدا قبل هذا الشيء وش رايكم تحبوا ألعاب الخفاء إذا راح ينترحبوا معايا كامل بعمو نوردين اللي جانا من مدينة تيارت إذا تفضل عمو نوردين موسيقى 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 رقر موسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة يا أطفال كما وعدكم مقبلة نحن نحكي لكم اليوم حكاية المعلمة والطفل تيدي في يوم الأيام كانت معلمة عندها قسم عندها قسم فيها عدة تلاميذ كما تكونوا تقرأوا تكونوا في القسم هكذا وكان عندها واحد الطفل واسمه تيدي هذا الطفل كان دائما في النتائج نتاعه وكان ما يقرأش مليح والمعلمة كانت ما تحبوش كانت ما تحبوش وكان دائما كيدير هكذا امتيحان تكتبلو ملاحظات مش مليحة ضعيف جدا تكتبلو راسب يعني هذا الطفل كان غير مستقر في النتائج المدراسية نتاعه وكان روحها زمان وكان روحها زمان دائما هكذا ما كان نكون مستقير مليح مليح يقرأش مليح وحد النهار المعلمة هذه حكمت الدفتر Grantها من أين اللقاءxe قالت نتاعه عن المستويات prow المستوياتني كانت قاراه في السنة الرابعة ابتدائي حكمت هذه الدفتر وبدأت تشوف Gentleman وبدأت تشوف في السنة الأونى أشابت فيوا ملاحظات مس turnout авливّ هل يت capacitذي تدفون قالت topics explaining hisоном كان ذكي جدا كان قرأم ليحة وبعد شافت ملاحظات تاع السنة الثانية مكتوب عليه بللي طفل منظم طفل يقرى مليح طفل ذكي حارت قلت كيفاش وبعد كي وصلت للسنة الثالثة قرأت بللي المعلم كان كاتب ملاحظة قال لهم بللي الوفاة انتع الام انتاعه وفاة امه كانت مؤثرت عليه جدا تم فهمت بللي طفل تيديه هذا حقيقة يحب يقرأه كامل ولكن لما توفات امه هاد شيء اثر عليه وبعد هي ندمت على هذيك المعاملة اللي كانت تعمل هذك الطيفل وكامل بعد كي رجعت للقسم هذك بما انها دائما كانت تقول له انت ضعيف وانت ما تقرش مليح وكامل كانوا يسحبوا ويدحكوا عليه وكان في هذك النهار في هذك النهار كان عيد ميلادها عيد ميلادها وقع التلميذ جابوا لها هدايا وهو تيدي هذا كان فقير كان فقير وجدار جاب لها عقد عقد بدون ما عنده احتقي بهذا العقد وجاب لها قارورة على الريحة على العطر فيها غير النص لانه ما كانش عنده وهي كي ما كان على بالها بلئم وتوفات وكامل صحابوا بدوا يدحكوا عليه على الهدية ولكن بعد هي حكمت الهدية وقلت له هذي أجمل هدية تلقيتها وكامل وفرحت بها بعد حتى الزملاء اتخلعوا هكذا وبدوا يدحكوا وفرحوا كي شافوا المعلمة عجبها هذك الهدية هي المعلمة لانها شافت بالطفل هذك مر بظروف صعبة ومبعد روح يا زمان روح يا زمان كي بدلة السيرة معاه صباح يقرى مليح ومبعد مروا عدة عدة سنوات ومبعد تلقات تلقات دعوة دعوة من كلية الطب هو هذك الطفل تدي رجع الطبيب وفي التخرج عرض هذك المعلمة عرضها كي تحضر لما جات الحفل اللي كان دايره وتخرج جات لابسة العقد اللي اعطاه لها وجات داير الرحام اللي اعطاه لها تعيماه الله يرحمها وهذا الطفل تدي هذك أصبح من بعد من أكبر وأشهر الأطباء في العالم هذه قصة حقيقية إذا المعلمة هذك كي بدلت المعاملاتها مع الطفل نجح بعد وصبح من أشهر أشهر الأطباء عمو يازد نستخلص من الحكاية أن المعلم يبني مجد الأمامي بضبط 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 بوبي إذا يا أطفال المعلم عندهم مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة لازم يعرف يتعامل مع الأطفال لازم يعرف لازم ما يفرقش من الأطفال لازم كل واحد يعتيره حقه لازم إذا المعلم قادر يبني مجد الأمام كما قادر يهدم مجد الأمام إذا هذا نداء من هذا المنبر هذا للمعلمين كلهم نقول لهم لعمل تحهم حساس ولعمل تحهم جميل جدا ولكن لازم يردوا بالهم لأنهم هما يبنيوا مجد الأمام يا أخي يالا يا أطفال إذا يا أطفال كما قلت لكم المعلم يبني مجد الأمام وش رأيكم دركا أنا كاين وحدة الفقرة نحبها بزاف 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 هي فقرة النكت شكولي عنده نكتة جميلة جيحكي هنا شكولي عنده نكتة تعالي بنتي تعالي روح يمل هيك باش الحمام ما يخافش وعلا بلاقل بلاقل وعلا برافو برافو وقعد هنا تفضلي بنتي واسمك؟ سلافة سلافة الله يبارك من جيتي سلافة؟ من تسكني؟ من جزائر من العاصمة؟ الله يبارك حكينا النكتة تعك؟ قل لك واحد تنهار رحت الراجل زج محابل كانوا في الطيارة المعبولة ويلقوا المعبولة تاني روح جي روح شيري حليب طلع عليه المعبولة تانية يشير حليب طلع عليه المعبولة الأول قالوا كي لعب اللعب كي نجي لك وقل لي حمانس مغلوقين وش قالوا؟ نجي لك؟ قل لي حمانس مغلوقين برافو بنتي برافو برافو شكل عنده نكتة تاني؟ أروحي بنتي تعالي بلاقل على الحمام تعالي بنتي أروحي واسمك؟ اسمي مدينة مدينة الله يبارك أعطينا نكتة تلك مدينة كان واحد نهار كان واحد ثلاث سراقين ومبادتي كانوا يجروا مراهم البوليس واحد كانت تخبى تحت طمان بي واحد تخبى تحت واحد تخبى مار البوطان واحد تخبى تحت برافو 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 أعرفتوا الجواب عن اللغز ما هو الشيء الذي تراه وتسمعه وهو لا يراك ولا يسمعك أروحي بنتي وش هو التلفاز التلفاز وأنتم ما الصوت الصوت الظلم الظلم الهاتف الهاتف حمامة حمامة تسمعه وتراه الريح الريح زيد التلفاز وش هو التلفاز التلفاز الهاتف تسمعه وتراه التلفاز 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 وانت تلفاز تلفاز برافو برافو هو التلفاز شو يقرأت للتلفاز لول تعالي بنتي تعالي إذن هو التلفاز تسمعه وتراه وهو لا يسمعك ولا ياراك يا أخي واسمك؟ آية آية شحال في عملك آية؟ حانق في العاصرة وين تسكني؟ نسكن في الجزائر في العاصمة الله يبارك أعطي لي الهدية تاع آية هكي بنتي حنا ليس جاوبة على اللغس تاع عمو يزيد عمو يزيد يهدي له هدية هذه الهدية تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضرة وسيدي سيدي فيه 22 أغنية دعم ويزيد تحت عنوان من حقي الطفولة بسعارك بنتي العفو 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 إذن الحقنا دركار روكنا نحبه بزاف هو روكنا عيد الميلاد اليوم عدنا عيد ميلاد واسم لتحق بيه واسم تعالوا أوليدي تعالى تعالى إذن شا هدير من عام واسم؟ تسعة تسعة إذن أنا وانتما راح نغنوا الوسيم عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجبونا القاتو تاع واسم يلا هنغن نكملوا مع بعض أرواحه تعالوا تعالوا التحقوا بيه عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلد عمر جديد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد من الثلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لمية سنة ونعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لمية سنة ونعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بنات يلا نطير فارونا نسأل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسأل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك أنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بابا وماما يدولوه وصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل برافو 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 إذن تسعة تمانية سبعة ستة خمسة ربعة تلاتة دول واحد برافو 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 إذن كل سنة متبخر إن شاء الله كل عام متبخر ولدي إذن ولا مبقى لي إلا نقول لكم انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة قوانا قيد نحبوكم يا أطفال سنعود فانتظرونا في الموعد الجديد مع عم يازي